عاد عصر اليوم رئيس الفترة الانتقالية رئيس الجمهورية رئاس الدولة الفريق أول محمد إدريس دي بيتنو إلى العاصمة أنجمينا قادما من العاصمة المصرية القاهرة حيث شارك صباح اليوم في قمة رؤسات والجوار السودان والتي جمعت رؤسات شاهد ومصر وجنوب السودان وجمهورية الأفريقية الوسطى وليبيا والثوبيا وإيريتيا ورئيس مفوضي التحاد الافريقي والأمين العام للجامعة العربية هذا وقد كان في استقبال رئيس الجمهورية ودات وصوله رئيس وزراء الحكومة الانتقالية صالح كبزابو والقائد العام للقوات المسلحة الشادية وعدد من أضاء الحكومة ووزير الدولة الأمين العام رئاسة الجمهورية القائد العام الخاص النائب برئاسة الجمهورية ونائب مدير مكتب المدني رئيس الجمهورية وعمدة بلدية أنجمينا